موسيقى حياكم الله مشاهدينا قبل أن تقال على المنابر وأمام العدسات وتنمق في تقارير قالتها الوقائع والمدن والأحياء السورية روسيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان لمجال لسرد دلائل على ما تخلفه الغارات الروسية المستمرة منذ أشهر في اللغوطة الشرقية ورف حلب وإدلب ودرعة لكن اليوم منظمة العفو الدولية قالت إن ما تقوم به روسيا يرقى لجرائم حرب رد ركيك أتى من موسكو لا يسمن ولا يغني ولا يغير في الأمر شيئا فروسيا إذ تمسك الملف اليوم سياسيا تبحث عن أدوات تقويها وفي القصف وجدت ضامتها لكن لا يعاب على العدوان الروسي همجيته فهو بالأصل عدوان وأهدافه واضحة لكن يسأل المجتمع الدولي عن تسليمه ملف السلام لمن وصفته منظمة دولية بأنه مجرم حرب فمن أين يأتي بالسلام؟ هذا طبعا إن كان يسعى إليه وهو ما أشارت له المعارضة السورية التي قالت إن روسيا بقصفها وعدوانها المتصاعد تخلق طروفا لا يمكن أن تكون ملائمة بأي نوع من التفاوض وعلى المجتمع الدولي إعادة حساباته مع الدب الروسي الذي يتحبط في ملفنا الثاني ثمت معركة يحضر لها وتقبخ وتديرها شبكة تمتد من طهران إلى موسكو مرورا ببغداد وانضم لهم حزب العمال الكردستاني شبكة تعد لقلب الأوضاع في تركيا وتحرض على الإقليم وحكومته لكن الأغرب أن نائبا برلمانيا تركيا ورئيس حزب يزور موسكو في وقت التوتر مع بلاده وترسل وفوده إلى حكومة بغداد طلبا للسلع نناقش كل هذا بعد قليل التمر اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جراء محرب على الأرض السورية وقالت المنظمة في تقرير صدر حديثا أن الغارات الجوية الروسية تسببت في مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة في المناطق السكانية وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد اعتبرت على لسان منسقها العام رياض حجاب أن الظروف التي خلقتها روسيا غير مناسبة للشروع في أي عملية تفاوضية مع النظام نتوقف عند التفاصيل الله أكبر بعد صمت دولي طويل على استهداف العدوان الروسي للمدنيين السوريين خرجت أخيرا منظمة العفو الدولية بتقرير أعلنت فيه أن الضربات الجوية التي تشنها روسيا ترقى إلى جريمة حرب المنظمة أشرت في تقريرها إلى مقتل مئات المدنيين وحدوث دمار واسع في المناطق السكنية التي طالها القصف الروسي وبرغم أن هذا التقرير جاء متأخرا أمام تعظم الانتهاكات الروسية في سوريا بيد أنه يؤثر تساؤلات عن مسار الحل السياسي في ظل تجريم من يفترض أنه راع دولي لإحلال السلام في سوريا لكن نظام الأسد المعروف أساسا بجرائمه إذن روسيا اليوم متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا وفي الوقت ذاته هي لاعب دولي بارز في الملف السوري فكيف يستوي هذا وذاك في ميزان المجتمع الدولي الإجابة برسم الولايات المتحدة وحلفائها وهم الذين منحوا موسكو ومعها طهران الضوء الأخضر لتقصف وتقتل كيف ومتى شاءت وأرادت وللأخرة كما هو معروف مبرراتها في تدخل العسكري فروسيا مذ بدأت عدوانها في أيلول الماضي قالت على الملأ إنها تريد مساندة حليفها الموشيكة على الانهيار كما لا يمكن تجاهل مسار العملية السياسية في تصعيد القصف الجوي الروسي على المناطق المحررة إذ تسعى موسكو لكسب أوراق قوية قبل بدء المفاوضات المرتقبة في جينيف حتى تتمكن من فرض شروطها وأجندتها على خصومها فهل من معين لها أفضل من ورقة الميدان؟ وفي الحديث عن المفاوضات بين النظام والمعارضة لا بد من الإشارة إلى أن روسيا عملت طيلة السنوات الماضية على توجيه انتقادات للمعارضة السورية بذريعة عدم جاهزيتها لقيادة الانتقال السياسي في سوريا فضلا عن احتضانها لمعارضين محسوبين على محورها وهو ما فسره مراقبون بمحاولات موسكو اختراق صفوف المعارضة أما اليوم وقد توحدت المعارضة بشقيها السياسي والعسكري فما هي حاجة موسكو لتصعيد عدوانها على السوريين لسيما أن الهيئة العليا للمعارضة سبقت منظمة العفو بإدانة مجازر الروس بل هددت بالامتناع عن الذهاب إلى مفاوضات جينيف في حال استمرار القصف الجوي الروسي فهل يتعطى المجتمع الدولي إيجابيا مع موقف المعارضة السورية أم أنه سيتوارى خلف مؤتمرات ووعود لم يتحقق منها شيء في وقت تطلق فيه يد الروس ليمعنوا في صناعة الموت على الأرض السورية على ذلك يساعدهم في صناعة حل يناسب مقاس الأسد قراءة في الموضوع مع سامير نشار عضو الاتلاف ورئيس الأمن العامة لأعلان دمشق ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول وفيتس شلاف ماتوزوف كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من موسكو أرحب بكم أضيوفي الكرام وأبدأ معك سيد ماتوزوف طبعا اليوم كيف يمكن أن تتعامل روسيا مع تصنيف عضوانها على سوريا كجريمة حرب رغم أن الأمر ليس له أبعاد سياسية لكن له أبعاد أخلاقية التصنيف يأتي من جهات دولية وليس من السوريين اليوم الحديث عن إخلاقية لازم يوجه إلى هؤلاء الناس الذين يراعوا يدعموا ويشجعوا ويمولوا ويسلحوا القوى الإرهابية في سوريا لأنه هجوم على سوريا ليست من قبل الروسيا الروسيا آتت لدعم سوريا لسموت ضد غزو الأجنبي غزو الأجنبي واضح تماما ونحن نشاهد هذا غزو في سوريا في شمال المناطق الشمالية سوريا حيث كانت يتحدثون عن تركمانا ولكن نحن نعلم بدقة أن هناك اللواء سلطان مراد أن هناك بعض المنظمات المسلحة الأخرى تركيا متورطة في هذه الحرب مباشرة ولذلك دربة روسية الجوية على المواقق الإرهابيين في منطقة إدلب شمال حلب في حمص كانت ضد إرهابيين وليست ضد أهالي والآن عندما أصبحت مواقع الإرهابية مدمرة هناك نحن نسمع أسوات الجرائم الروسية سيد ماتوزوف من هو المصدر لهذه الاتهانات؟ منظمة العفو الدولية تشاهد ما يحصل في سوريا منذ سنوات وهي تشاهد واليوم هي تصنف العدوان الروسي على سوريا كجريمة حرب ولم تصنف السوريين؟ أولاً عدوان مش روسي عدوان مئة ألف المرتزقة أعطوا من ستين دولة العالم عبر تركيا التي كانت وراء هذه التهجير مقتلين إلى وراء السورية ولذلك مئة ألف على الجيش الكبير التي تكافح في كل المناطق السورية موجودة ولا شك أن هذا الغزو الحقيقي تدميري تخريبي يخربون الدولة السورية يدمرونها شوفوا اليوم ولوين تتحول الدولة السورية دولة العربية الآن تركيا تعتبر أن مناطق شمالية طابعة لتركمان طابعة لتركيا أرسلوا قوات المصالحة التركية إلى الإراق إلى الموسو يعتبرون أن مصال هذا تاريخي ينطبع لتركيا ولا شك أنه إذا واحد من أبناء العرب لا يلاحظون هذه التطورات يعني هذا بنسبة إلي أنا أعتبر أنه هذا الإما يعما الناس إما لا يحب أن يلاحظوا الخطر أمام غزو الأجنبي لتقسيم لتدمير لإبادة الدولة السورية اليوم الآن يحضرون استفتاء أن يعلن استقلال كردستان مسؤول برزاني بعد زيارة لواشنغتون تواجه إلى برلمان واضحة سيد ما تزوف أعود إليك إذا أنتم معرب مستعدين أن يدمروا بلادكم يعني هذا شأن العربي ليس شأن الروسي سيد سامير نشار طبعا أريد تعليقك على هذا التقرير اليوم لمنظمة العفو الدولية والتي تقول فيه بأن تقول بأن العدوان الروسي وما تسبب فيها العدوان الروسي يرقى إلى جريمة حرب هذا التقرير اليوم يأتي بالتزامن مع هذا الحراك الدولي السياسي مؤخرا بشأن الملف السوري ما الذي يمكن أن يبنى على هكذا التقرير؟ يعني بداية خليني أقولك أنه بس تعقيب على السيد ما تزوف أنا شاركت معه في أكثر في القناة وفي أكثر من برنامج للأسف أنا متعرف وشايف تشويهه للحقائق ومزعمه اللي بيكرره دائما في البرامج الإعلامية اللي ليس لها أساس من الصحة هو يعلم والدول الكبرى تعلم أن القوات الروسية ليس فقط قصفت القوات المعتدلة والجيش السوري الحر وإنما في المدة الأخيرة قصفت المدنيين قصفت النساء والأطفال في أسواق إدلب وقصفت المدنيين نساء وأطفال في غوط الدمشق للأسف وحشية القوات الروسية وحشية قوات معتدية قوات غازية ليس لها أي مبرر لا سياسي ولا أخلاقي سوى الدفاع عن النظام المجرم الذي عم يشاركوه جرائمه عم يشاركوه قتله للسوريين لمجرد أن السوريين طلعوا بثورة وقالوا أنه بدنا حرية وبدنا كرامة وكلما السوريين أوشكوا على أن يسقطوا هذا النظام الفاجر أولا تدخلت إيران وميليشيات حزب الله ومن ثم اليوم تتدخل روسيا لإنقاذ هذا النظام بالتأكيد بعد مدة من الزمن سيكتشف الروس أنهم دخلوا في مستنقع لن يستطيعوا الخروج منه بسهولة عودة إلى سؤالك سيدتي أستطيع أن أقول أن المنظمة الدولية صحيحة أعطي التقرير لكنه متأخر الحقيقة ربما أشهر التدخل الروسي من 30 إيلول عندما تدخلت القوات الروسية كانت تقصف القوات والسكان المدنيين في جميع المناطق السورية في محاولة لتدعيم مواقف النظام والقضاء وأضعاف المعارضة السورية هذا واضح ولكن هذه الجهة المنظمة العفو الدولية لها صفة حيادية لها صفة دولية أنها تهتم بحقوق الإنسان وتهتم بالانتهاكات التي تقوم بها الدول أو حتى الأفراد أو السوار سيد سامير قلت لها صفة حيادية ومع هذا قلت لها صفة دولية منظمة العفو الدولية هذا التقرير الصادر اليوم أليس حرياً بالمجتمع الدولي أن يأخذه بعين الاعتبار طبعاً يضاف إلى مشاهدات العالم بأسره إلى مشاهدات السوريين وما يقوله السوريين حول هذا الاعتداء الغاشم وما التسبب في قتل مدنيين في تهديم بنية تحتية اليوم توجه الروس إلى مراكز المدن في سوريا هذا التقرير اليوم ألا يكون دافع أو صوت للسلام يتحرك من أجل المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي بصراحة هو بشكل أساسي يتلقص في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية توافقت مع الروس على القرار 2254 اللي أنتجوا واللي عم يحاولوا أنه من خلاله إيجاد حل سياسي في سوريا وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تغض النظر وتترك الساحة السورية للقوات الروسية والدور الروسي سياسيا وعسكريا بأن يفعل فعله ما يشاء والأمريكان ساكتين وراضين ضمنا ولو كانت الولايات المتحدة راغبة فعلا في إيقاف الجرائم وأعمال القتل ليس فقط من الآن منذ استخدم النظام السوري السلاح الكيماوي وكسر الخط الأحمر اللي قال عنه الرئيس أوباما ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن لا تتدخل في الشأن السوري إلا بما يتلاءم مع مصالحها وبالتالي عندما شعر الرئيس بوتين بأن الولايات المتحدة ليست راغبة في التدخل أقدم على التدخل لإنقاذ النظام السوري المجتمع الدولي هو الولايات المتحدة الأمريكية عندما توافقت الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا تم إنتاج القرار 2254 إذا لم يتم هذا التوافق الدولي نجد أن الكارثة السورية لا أحد يقف عندها ولا أحد يهتم لما يحصل للشعب السوري منذ أربع سنوات الرئيس أوباما يقول أيام الأسد باتت معدودة حتى الآن لا يزال يكرر أن الرئيس الأسد عليه أن يرحل السوريين سوف يجدون أنه خلال سنة سوف يرحل أوباما وبشار الأسد لا يزال يقتل بالسوريين وبالتالي التعويل على المجتمع الدولي أنا لا أعتقد أنه مجد السوريين يجب أن يعتمدوا على الدول الشقيقة والصديقة التي تتقاطع مصالحها مع مصالح السورة السورية واليوم لا يوجد تحديدا إلا دولتين استراتيجيتين في المنطقة هم تركيا والمملكة العربية السعودية لذلك نجد ضيفك من روسيا يكيل الاتهامات لتركيا لمجرد أن تركيا أمنت شروط المساعدة والإمداد سواء كان للسوار أو للمواطنين السوريين تركيا تحوي أكثر من 3 ملايين مواطن سوري واضح سيد سمير دعني أستغل هذه النقطة التي أثرتها حول المجتمع الدولي وقلت بأنه لا تعتقد أنه مجدي في تحركاته حتى ولو بعد هذا القرار أعود إليك سيد ماتوزوف المجتمع الدولي من خلال قراره الأخير 2254 أعطى هامشا واسعا لروسيا للقصف ألا يمكن أن يؤثر هذا التقرير على سلوكه وهو أيضا يعطي روسيا الحق اليوم في إدارة الملف السياسي كما تشاء كما يعتبر زميلي أنا أستاذ سمير أن مجتمع الدولي وهو قال صحيحا مجتمع الدولي هذا موقف الأمريكي إذا أنتم تستعملوا مصطلح المجتمع الدولي أنا أفهم هذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية والقوة التي تؤيدها وأنا مع الأسف شديد وأشاهده الآن منذ قدة سنوات أن معارضة سوريا سياسيا كانت تعتمد على ولايات المتحدة الأمريكية لوراء ظهرهم يعني تعتمد على الولايات المتحدة ولكن القرار الأخير اسمح لي سيد ماتوزوف القرار الأخير بشأن سوريا كان برسم روسي وليس برسم أمريكي مبادرة أمريكية التي كانت تقترح القرار 2254 وأنا أذكر أن أبل اتخاذ القرار 2254 كانت اتخذ قرار 2253 حيث يقول أنه لجب أن يدعو الحد على كل الإمدادات للقوة الإرهابية في سوريا وأنا لا أسمى ولا كلمة ولا من أستاذ سمير ولا من غيره أن هناك خطر الحقيقي هو ليس قوات مسالحة روسيا أما داعش جبت النصر والقوة متعاونة معه أحرار الشام جبت الإسلامية إذا أحرار الشام متعاونة مع جبت النصر لسيد سمير لازم أن يعرف أن جبت النصر مسجلة في الأمم المتحدة ليست في روسيا فقط أما في أمم المتحدة كمنازمة الإرهابية ولازم جريمة أن يتعاون معها ولذلك عندما نحن نسمع الآن مبررات لقوة التي تتعرض للدرب من قبل القوات الجوية الفضائية ومن قبل روسيا ومن قبل الجيش العربي السوري هم يوافقون على ضربات الأمريكية هم موافقون على ضربات التحالف تحت رئاسة الأمريكا ولكن بالحقيقة هذه ضربات الأمريكية ونحن لا نفرق أن إذا سيد نشار يحب أن يواجه داعش والقوة الإرهابية لازم أن يشتغلوا لتوحيد الصفوف كل الأناصر التي تكافه الإرهاب وإذا هو يعتبر أن مكانه في السلطة أنا أشك جدا مع أنه نقطة توحيد الصفوف تتواصل إلى السلطة في سوريا أنا أشك شخصيا مع أنه نقطة توحيد الصفوف ليست موضوعنا اليوم المعارضة الروسية السورية وحدت صفوفها في الرياض ولم يكن هناك من معترض إلا روسيا واليوم هذه المنظمات لا تتحدث عن الشعب السوري ولا تتحدث عن المجتمع الدولي ولا حتى عن القوى التي سميتها بالإرهابية على الأرض ولا على المعارضة هي تتحدث فقط عن روسيا كمجرمة حرب عضوانها على سوريا هو يرحى إلى جرمة حرب دعني أذهب إلى السيد سامير نشارت لو لديك تعقيب سيد سامير على نقطة توحيد المعارضة التي تفضل بها السيد ماتازوف لا يعني لازم أذكر سيد ماتازوف في كل مناظرة بذكره بقوله بالألفين وداعش وبالألفين واثنعش عندما كانت السورة والمظاهرات والحراك السوري عبارة عن مدني وسلمي ولم تكن هناك لا داعش ولا جبهة النصرة النظام السوري إجرامه كان مدعوم من الروسيا وبالتالي خلينا نكف عن مزاعم النصرة وداعش بشار الأسد أسوأ من داعش بشار الأسد ارتكب جرائم أسوأ من داعش هو من قتل بمئات الآلاف هو من شرد بالملايين داعش قتله كم شخص قتلت داعش عشرة آلاف عشرين ألف تلاتين ألف لا تزال داعش حتى الآن موجودة فقط في المحافظة في الرقة ودير الزور النظام السوري موجود في جميع المدن السورية ملايين اللاجئين ملايين النازحين من سوريا هم كله نتيجة القصف الجوي نتيجة القصف الجوي اللي عب يقوم فيه نظام بشار الأسد فخلي يتخلى عن هالمزاعم السيد ماتزوف ودائما في محل وفي غير محل بيقول لي النصرة وبيقول لي داعش وأنا برجع بقول له بالألفين وداعش وبالألفين وطناعش لا في داعش ولا في النصرة هاي نقطة النقطة التانية اللي بريد كمان أذكره فيها الولايات المتحدة الأمريكية منعت عن المعارضة السورية الصواريخ المضادة للطائرات لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المعارضة السورية النظام السوري ما بقي عشرين يوم ولكن لأن المعارضة السورية لم تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية فهي تحصل ما يحصل اليوم أنه بتواجه الطيارات في مدفعية مضادة للطائرات أو في صواريخ تاو ما عنده أي أسلحة فعالة مضادة للطائرات الطائرات الروسي ليلة نهاراً عم بخصف قوات المعارضة والولايات المتحدة تمتنع وتمنع الدول الشقيقة والدول الصديقة من إمداد المعارضة بأسلحة فعالة أو أسلحة متطورة لذلك لا مزاعم بتأييد أمريكا ولا بمزاعم داعش أو النصرة هذه حجج مرفوضة بشار الأسد هو من خلق البيئة الحاضنة والجازبة لداعش نتيجة القمع ونتيجة استدعاءه الميليشيات الشيعية هو استدعى ميليشيات حزب الله في القصير من مطلع عام 2013 وبالتالي عندما تجي ميليشيات شيعية بالتأكيد رح يكون هناك في المقابل تطرف سني يأتي من خلف الحدود داعش مستوردة داعش أجت من العراق بعد أن استولت على أسلحة نوري المالكي اللي سلم إياها في الموصل سيد نشر واضح أعود إليك سيد ماتوزوف طبعا من النقطة نفسها حجة توحيد الصفوف كما قلت أنت دائما الانتقادات كانت منصبة على أن المعارضة السورية سبب عدم إنجاح المفاوضات اليوم عندما تعترض على الجو الذي خلقته روسيا بأنه غير ملائم للمفاوضات وأنا أقصد طبعا المعارضة السورية يأتي تقرير المنظمة يثبت أن روسيا هي من تفشل المفاوضات وأن المعارضة محقة ماذا تستطيع القول؟ أنا أحب أن أذكر لسيد نشر هو يطلب الصواريح مضادة لطائرات أنا أقول لكم سيد سمير أن ستينجر علو لهو يسقط الطائرات تلات ألاف وخمسمية متر طائرات روسية تحلق الأجواء بعلو ستة ألاف بين ستة وعشرة ألاف لا فايدة لكم من الصواريح المضادة لطائرات أبدا أمريكان يفهمون هذا ولكن أمريكان يرسلون إليكم تاو تاو التي يمكن أن يدمر هذا ليس موضوعنا سيد ماتزوف لم يتبقى لدي الكثير من الوقت موضوع المهم هنا موضوعنا ليس السلاح وليس الجو وليس الطيران موضوعي وسؤالي دائما تتهم المعارضة بأنها هي من تفشل أي مفاوضات تقام في أي مكان ما اليوم هذا التقرير يثبت بأن روسيا هي من تفشل كل شيء في الملف السوري روسيا رحبت لقاء الريات قالت أن هذا الخطوة إلى اتجاه الصحيح ولكن الخطوة ليس كافية لماذا؟ نحن أقلنا الري بكل صراحة لماذا هناك غياب الكامل من قبل المنظمات القردية المعارضة للحكومة السورية لأن تركيا منعت إذا تركيا منعت حضور لا يوجد هناك تمثيل ويمتنى عند حضور سيد حيتم منع الذي هو منصق الأساسي من الاجتماع القاهرة مكلف لحضور لكل المفاوضات وهناك بديلا نحن نشاهده أحرار الشام جيبة الإسلامية الذي رافضوا القرارات الرياد تحت الحجة أنه لا يوجد هناك التابع الإسلامي لدولة سوريا لم يرفض أحد مقرارات الرياد سيد ماتوزوف أعذرني عن مقاطعة أعذرني عن مقاطعة انتهوا وقصي حتى الرفض تريدون أن تلزموه يعني لم يرفض أحد مع الأسف سيد ماتوزوف الكاتب والمحاولة السياسي كنت معي من موسكو شكرا جزيلا لك أشكرك سيد سمير نشار عضو الاتلاف ورئيس الأمان العام لأعلن دمشق كنت معي مباشرة من إسطنبول نذهب إلى فاصل المشاهدين نعود بعده للمناخ الثاني ابقوا معنا اشتركوا في القناة